النجوم الشباب اللي تقلقوا في رمضان وزهور قاعدة الحقيقة من النجوم الشباب اللي أكيد السوق كان محتاج ده وشايفانه متصدرين بشكل كبير وده شفناه يمكن كانت دي الحالة اللي بتنقلها المنصات قبل موسم رمضان ويمكن كان ده تحضير ليهم بشكل كبير وكان استقبال الناس ليهم حافل جدا سواء من سلسلات بلتو حالة خاصة حقا كان فيه يعني حالة من الفرحة بالنجوم شباب يتصدروا المشهد اتعززت فيه دراما رمضان شايف ده ازاي هي الحقيقة ان ده نتاج جهد بقاله اكتر من سنتين فيه قاعدة بنت ومنهج واضح خطة للعرض مستمرة من ستمبر 2022 الشركة المتحدة تقريبا من الوقت ده بتعرض بشكل منتظم مسلسل او مسلسلين شهريا ففي الفترة دي كلها ظهر عدد كبير جدا من النجوم الشباب لقوا فرصة واثنين وتلاتة لغاية ما وصلنا لموسم رمضان عشرين اربعة وعشرين اللي فيه اكتر من حوالي اتنين وعشرين مسلسل ما بين الانيميشن وما بين المسلسلات اللايف اكشن بتنوعاتها كلها سواء كانت طويلة او قصيرة فالفكرة هنا ان العدد الكبير ده من المسلسلات كان محتاج نجوم محتاج شخصيات محتاج حتى فنانين خلف الكاميرات علشان المستوى المبهر ده يطلع كل ده ما كانش هيبقى متاح لو ما كانش عندنا اوف سيزون متنظم اوف سيزون فيه انتاج مستمر واتكونت بنية تحتية للصناعة احنا شايفين اثارها موجودة حاليا لكن هي مش موسم ده مش موسم رمضان عشرين اربعة وعشرين اشتركوا في القناة